بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وصلنا بكم إلى المحاضرة رقم 13 وسنتحدث فيها عن مجموعة من الدوال وكيفية إيجاد مجال هذه الدوال أو ما تسمى بالدوال الحقيقية أو ما يسمى بأوسع مجال للدالة شنو الدوال الحقيقية إذا كانت الأفوف أكس أو يقول لي واي نفس الشي أكس تكعيب زائد ثلاثة أكس تربيع مثلا ناقص خمسة أكس زائد سبعة إذا كانت أفوف أكس تساوي أكس تربيع زائد جذر اثنين أكس زائد ثلاثة على ثمانية إذا كانت أفوف أكس تساوي ثلاثة أكس تربيع زائد جذر خمسة أكس زائد ستة إذا هذه كلها تسمى دوال إذا كانت أفوف أكس تساوي أكس زائد واحد على أكس ناقص ثلاثة إذا كانت أفوف أكس تساوي خمسة على أكس إذا كانت أفوف أكس تساوي اثنين على أكس تربيع زائد واحد إذا كانت أفوف أكس تساوي جذر مثلا أكس ناقص سبعة كل الأمثلة اللي موجودة قدامك تسمى بالدوال إذا هذه تسمى بالدوال ورح نجي نضيف الهفد نوع آخر وشنو هذا النوع اللي رح ناخذه في محاضرة مستقلة أقول لك أفوف أكس تساوي مثلا ثلاثة أس أكس لو أجي أباوع على النوع الثاني النوع الرابع والخامس والسادس شنو اللي يميز هذا النوع هذا يحتوي على متغير في المقام لو أجي أباوع على النوع السابع أقول يحتوي على متغير تحت الجذر لو أجي أباوع على النوع الثامن أقول يحتوي على متغير في الأس ولكن النوع الأول والثاني والثالث المتغير فيه لا هو بالمقام ولا هو تحت الجذر ولا هو بالأس شلون أجي أحسب أوسع مجال لها الملاحظة تقول إذا كان المتغير ما دال له لا هو بالمقام ولا هو تحت الجذر ولا هو بالأس إذن هذا النوع من الدوال تسمى بالدوال كثيرات الحدود وإذا كانت الدالة كثيرة حدود فإن أوسع مجال لها هو آر يعني السؤال أجيب لك يا بالامتحان أجيب لك وحدة من أشباه ذن الدوال وصيغة السؤال أقول لك جذر أوسع مجال للدالة بس تقولي هذه الدالة إذا عرفتها كثيرة حدود فإن أوسع مجال لها هو آر إذن من تجي تباوع على ذني الشي تقولي بس الحل راح تقولي أوسع مجال هو آر أطيق درجة كاملة والآر هو شنو مجموعة الأعداد الحقيقية الريال نبر هسا راح تقولي مهادي بها جذر بها مقام بها جذر أنت مو قلت إن الدالة كثيرة الحدود هي الدالة التي لا تحتوي على جذر ولا تحتوي على مقام لا أنا ما قلت هي شي ما أريدك تفتري علي أنا ما قلت هي شي أنا قلت الدالة كثيرة الحدود هي الدالة التي لا تحتوي على متغير في المقام ولا تحتوي على متغير تحت الجذر ولا تحتوي على متغير في الأس يعني الثابت ما لشغل به هسا هنا هذا المتغير لا هو بالمقام ولا هو تحت الجذر ولا هو بالأس هسا بيها مقام بس مو متغير بيها جذر بس مو متغير فإذا كان المتغير مالته لا هو بالمقام ولا هو تحت الجذر ولا هو بالأس فهذا النوع من الدوال تسمى شنو تسمى الدوال كثيرات الحدود وأي دالة كثيرة حدود يكون أوسع مجال لها هو R إذا احتوت على متغير في المقام إذن هذه تسمى دالة نسبية إذا احتوت على متغير تحت الجذر هذه تسمى دالة جذرية وإذا احتوت على متغير في الأس هذه تسمى دالة أسية إذن كم نوع من الدوال اللي رح ناخدها ضمن حدود منهجنا؟ أربع نواع لو كثيرات حدود لو نسبية لو جذرية لو أسية إذا كانت الدالة كثيرة حدود فإن أوسع مجال لها شنوه؟ هو A وكان الله يحب المحسونين إذا كانت الدالة نسبية شنو أوسع مجال لها؟ أوسع مجال للدالة النسبية هو ش أقول عليه؟ أقول R ما عدا القيم التي تجعل المقام صفر إذا كانت الدالة النسبية شنو أوسع مجال لها؟ هو R ما عدا القيم التي تجعل المقام صفر زيان شنو القيمة التي تجعل المقام صفر هنا؟ إذا قدرت تعرفها من النظرة الأولى وعندك نظرة ثاقبة وتقول لي آني عرفتها 3 ثلاثة ثلاثة ناقص ثلاثة صفر إذا تقول لي R مع عدد ثلاثة أطيق درجة كاملة يجي طالب يقول لي آني شو ما داعرف ما عندي نظرة ثاقبة شو تسوي؟ ولا يهمك تجي هذا المقام على صفحة قبل ما تطيني هذا الحل تجي المقام وحدة ما لك علاقة بالبسط المقام تجي الساوي بالصفر وكأنه دا أقول لك حل المعادلة شو نتحل هاي المعادلة راح تقول لي X ناقص ثلاثة تساوي صفر معناها X تساوي ثلاثة مو طلع عندك ثلاثة فساش راح تقول لي هنا راح تقول لي أوسع مجال هو R مع عدد ثلاثة زياد هذا السؤال شن القيمة اللي تجعل المقام صفر القيمة اللي تجعل المقام صفر هو صفر إذا شو راح تقول لي راح تقول لي أوسع مجال هو R مع عدد الصفر زياد شن القيمة اللي تجعل المقام صفر من تجي تأخذ المقام على صفحة و تقول لي يساوي صفر زي أن هذا يسمى مجموع مربعين و المجموع مربعين لا يمكن له أن يساوي صفر إذن معناها أوسع مجال رح يصير هنا رح يصير أوسع مجال R يعني هنا لا توجد قيمة تجعل المقام صفر إذن أقول أوسع مجال R ليش لأن تقول لي لا تساوي صفر و اشتكتب لي هنا أوسع مجال أوسع مجال أوسع مجال أخاف يجيك السؤال مكان الزائد ناقص شرح تقول لي هسا هنا رح تجي تأخذ المقام واحدة يعني رح تقول لي X تربيع ناقص واحد تساوي صفر يعني معناها X تربيع تساوي واحد يعني X تساوي موجب سالب واحد يعني شنو أوسع مجال شرح تقول لي R مع عداء الواحد والسالب واحد إذا أكثر بيع ناقص أربعة رح يصير X تربيع تساوي أربعة X موجب سالب اثنين تقول لي R مع عداء اثنين وسالب اثنين إذا أكثر بيع ناقص ثلاثة تقول لي X تربيع تساوي ثلاثة إذن الثلاثة ما لها جذر إذن تبقى داخل الجذر راح تقول لي X تساوي موجب سالب جذر ثلاثة إذن هنا R مع عدى جذر ثلاثة وسالب جذر ثلاثة إذن هذا الحد شيء المنيت باع إذن هذه إذا كانت الدالة النسبية فشنو مجال الدالة النسبية أو أوسع مجال الدالة النسبية هو R مع عدى القيم التي تجعل المقام صفر إذن إذا كانت الدالة جذرية الجذرية بها نوعيا إذا كان دليل الجذر فردي يعني هنا ثلاثة خمسة سبعة حالة حال كثيرات الحدود تقول لي أوسع مجال هو R إذا كان دليل الجذر فردي أما إذا كان دليل الجذر عدى الزوجي فشنو أوسع مجال الدالة الجذرية للدليل الزوجي الملاحظة تقول تأخذ داخل الجذر وحده داخل الجذر وتقول عليه أكبر أو يساوي صفر داخل الجذر تقول عليه أكبر أو يساوي صفر زي أن تتذكر المتباينات الشون شننحلهم إذن هنا سالب سبعة أضيف سبعة للطرفين إذن معناها رح يصير X أكبر أو يساوي سبعة إذن هذا سأقول عليه أوسع مجال إذن صار عندي هنا ثلاث حالات إذا كانت الدالة كثيرة حدود فإن أوسع مجال لها هو R إذا كانت الدالة نسبية أوسع مجال لها هو R ما عدا القيم التي تجعل المقام صفر إذا كانت الدالة جذرية دليلها فرديا المجال مالته هو R إذا كان دليلها زوجيا تجي تأخذ داخل الجذر داخل الجذر ش تقول عليه أكبر أو يساوي صفر وبعديا تحل المتباينة إذن هذا يمثل أوسع مجال لها زي أن شنو أوسع مجال للدالة الأسية رح نجي نأخذها في حلقة وجزء مستقل من الدالة الأسية وطريقة رسم الدالة الأسية إذن خلي نرجع إلى الكتاب ونشوف شناطين من أمثلة وبعديا نحاول نحل التمارين الخاصة بأوسع مجال إذن أولادي هنا أوسع مجال اللي موجودة بالكتاب وراء مناطيني هذه المقدمة البسيطة سندرس هنا أربعة أنواع من الدوال الدوال كثيرات الحدود صرفنا عليها وبعد الدوال النسبية أو الكسرية والدوال الجذرية والدوال الأسية أربع أنواع من الدوال إذن هذا النوع من الدوال يسمى بالدالة كثيرة الحدود وقلنا هي الدالة التي لا تحتوي على متغير في المقام أو تحت الجذر أو في الأس والدوال كثيرات الحدود هنا ممكن تكون دالة خطية من الدرجة الأولى ممكن تكون من الدرجة الثانية ممكن تكون من الدرجة الثالثة رابعة خمسة مليون إذن المهم لا تحوي على متغير في المقام أو تحت الجذر أو في الأوس وسولفنا بأن أوسع مجال للدالة كثيرة الحدود هو R هذا ما موجود بالكتاب سين بعدش ناطيني بالكتاب النوع الثاني من الدوال امسميه شنوه امسميه الدوال الكسرية أو النسبية شوف شن القيمة اللي تجعل المقام صفر جيت أخذت على صفحة المقام ساويتها بالصفر طلع سالب خمسة قلت R ما عدا السالب خمسة أخذت المقام على صفحة ساويتها بالصفر طلع موجب سالب اثنين قلت R ما عدا موجب سالب اثنين أخذت المقام على صفحة ساويتها بالصفر سحبت X عامل مشترك أما أو طلعت X صفر و X ثلاثة قلت R ما عدا صفر ثلاثة إذن هذه الدالة النسبية مجالها هو R ما عدا القيم التي تجعل المقام صفر والنوع الثالث من الدوال اللي صالفنا عليها هي الدوال الجذرية والدوال الجذرية قلنا اخذ داخل الجذر شقول عليه اكبر او يساوي صفر وبعد هنا حل المتباينة شوف داخل الجذر اكبر او يساوي صفر شح سوي هنا رح اجي احول هذه الخمسة للطرف الاخر وقسم على ثلاثة اذا اقسم على موجب الاكبر يبقى اكبر الاصغر يبقى اصغر لكن اذا اقسم على سالب الاكبر يصير اصغر والاصغر يصير اكبر والنوع الرابع من الدوال اللي اجلنا العمل بها الى محاضرة مستقلة هذه تسمى الدالة الاسية ومجال الدالة الاسية هو R ولكن هنا الدالة الاسية الاساس مالته لازم ينتمي الى كل الاعداد الحقيقية الموجبة مع عداء العدد واحد ورح نجي نفصل ان شاء الله الدالة الاسية هس رح يكون عندنا مجموعة من التمارين اللي موجودة بالكتاب الخاصة بايجاد اوسع مجال للدالة وهذه التمارين هي موجودة اللي هي صفحة 57 والسؤال الثالث تحديدا اذا هذا السؤال طريقة حل هذا السؤال خلي الروح الى الكتاب وخلي الروح الى الصبور الاعتيادية لمشاهدة الحل لهذا السؤال طبعا هنا بعض الاسئلة يوجد فيها اخطاء مطبعية هذا يقصد بي سنة سالب خمسة اكس لان ما معقولة يقصدها سالب خمسة زائد تسعة المهم تبقى هذه الدالة كثيرة حدود هذه الدالة هي نسبية هاي الدالة هي جذرية هذه الدالة هي جذرية ايضا وهذه الدالة هي دالة نسبية خلي الروح نشوف الحل التفصيلي لهذه الاسئلة خلي نحل السؤال الثالث ما التمارين لانه سؤال مستقلب اوسع مجال ما اطول احنا بهذا الموضوع اذا اول مثال الفرع اي الدالة كثيرة حدود اذا ايش راح اقول هنا راح اقول اوسع مجال لها هو ا الفرع بي أدالة نسبية شنو مجال الدالة النسبية شقلنا؟ قلنا أوسع مجال لها هو آر ما عدا القيم اللي تجعل المقام صفر تقدر أول ما تباوح السؤال تعرف القيم اللي تجعل المقام صفر تقول لي أنا يعرف تسالب تسعة صح أطيق درجة كاملة إذن هنا راح تقول لي أوسع مجال تقول لي لا معرف وترأسا شو سوي هنا تجي تافض على صفحة تقول لي أكزاء التسعة يساوي صفر يعني معناها الأكز تساوي سالب تسعة إذن آر معدس سالب تسعة زيب الفرع سي لأن الدالة جذرية بله هذي لو كان دليلها فردي كان قلت لي أوسع مجال آر ما طول دليلها زوجي شو راح تقول لي هنا راح تقول لي أكز ناقص تسعة أكبر أو يساوي صفر إذن معناها راح يصير أكز أكبر أو يساوي تسعة أريد أطيق ملاحظة مهمة جدا أحيانا نجيبها بالامتحان وهو يطلاب يوقعون بيها هذا الجذر إذا خليته بالمقام يعني أقول لك واحد على هذا واحد على هذا من صار بالمقام بس هذه المساواة تكتبها يعني راح تقول لي أكز ناقص تسعة أكبر من صفر يعني أكز أكبر من تسعة إذا كان الجذر بالمقام هذا شو راح يصير عندي راح أقول ثلاثة ناقص خمسة أكز أكبر أو يساوي صفر زيان شو سوي راح تحول الثلاثة إلى الطرف الآخر يعني معناها راح يصير سالب خمسة أكز أكبر أو يساوي سالب ثلاثة زيان أنا أريد الأكز واحدها شو سوي أقسم على سالب خمسة ومن التفقين من أيام حل المتباينات من أقسم أو أضرب المتباينة بعد السالب الأكبر يصير أصغر والأصغر يصير أكبر يعني شو راح يصير عندي هسة راح يصير أكز أصغر أو يساوي سالب ثلاثة على سالب خمسة اللي هو ثلاثة على خمسة إذن هذا شيء يمثل يمثل أوسع مجال وإذا أردت هذه أجيب الكياها بالمقام فهذه المساواة ماكو هنا ماكو هنا ماكو فرح يصير أكز أصغر من ثلاثة على خمسة إذا كان جذر تكعيبي جذر خامس جذر سابع إذن معناها تقول لي أوسع مجال هو أر إذا هذا الجذر التكعيبي بالمقام راح تعاملها معاملة دالة النسبية إذن هنا تأخذ لي داخل الجذر الساوي بالصفر إذا قد تطلع قيمة أكز تقول لي أر ما عدا هذه القيمة هذا شرح أسوي هسة راح أجي أخذ المقام واحدة أساوي بالصفر إذن أقول أكستر بيع ناقص تسعة تساوي صفر يعني معناها شنوه يعني أكستر بيع تساوي تسعة يعني الأكس تساوي موجب سالب ثلاثة لحد الآن مو هذا الحل أنا داريد منك أوسع مجال إذن إش راح أقولي هنا إذن راح أقول أوسع مجال هو أر ما عدا شنوه ما عدا السالب ثلاثة والثلاثة إن شاء الله تكون التمارين سهلة وواضحة وخلي نرجع إلى شاشة الموزاب وكذا عدنا شيء وإذا ما عدنا شيء إذن ننهي هذه المحاضرة وننتقل إن شاء الله إلى المحاضرة رقم 14 أعزائي أعيد التأكيد إلى أن المحاضرة التي استمعتم لها كانت هي المحاضرة الرابعة عشر وليست الثالثة عشر بسبب زحف أحدى المحاضرات من خلال المونتاج وسيكون لنا لقاء متجدد إن شاء الله والمحاضرة الخامسة عشر والتي ستناقش حلول مجموعة من التمارين قبل أن ننتقل إلى رسم الدوال إلى ذلك الحين أستودعكم بأمان الله وحب الله